نضي أكثر على المضوع مع زميلي عصام أكرماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي هنا في لندن عصام مرحبا بك إذن هناك سلسلة تحقيقات فيما فعله هذا الضابط تشمل المئات من ضباط الشرطة أيضا إلى أن يمكن أن يؤدي التحقيق وهل يعيد ثقة الناس بإجازة الشرطة هذه القضية ليست الأولى كان هناك قضية قبل أقل من عامين عندما قتل أحد ضباط الشرطة اختطف وقتل أحد الفتيات هنا في لندن وتبين أنه ضابط شرطة مكلف في حماية البعتاد الدبلوماسية وكانت قمة الإحراج بالنسبة لجهاز شرطة العاصمة لندن المعروف باسم الميت أوفيس وبعد ذلك هناك كانت تبعات لهذا الأمر استقالت كريسيدا ديك التي كانت المفوضة أو رئيسة جهاز الشرطة في لندن وجاء الآن شخص جديد هو مارك راولي الذي صرح اليوم أن الشرطة ستعمل كل ما في وصعها لاستعادة الثقة بعملها بنزاهة أفرادها وأن المسألة أن يكون هناك أشخاص منحرفون ينتهكون القانون في داخل هذا الجهاز هذا أمر غير مقبول هناك إدانات واسعة من رئيس الوزراء ريشي سوناك من وزارة الداخلية من عندة لندن صادق خان الذي يشرف على عمل جهاز الشرطة في العاصمة لندن هناك تحقيق وافي سيتم عدد كبير من رجال الأملي لتغيير قواعد العمل أو اختيار الأشخاص للعمل في جهاز الشرطة الحساس جدا خاصة وأن مصداقية هذا الجهاز الآن هي على المحاك بعد عدد من الفضائح التي عصفت به خلال الأوام الماضية زميلي عيسان مراكري الماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي هنا في لندن شكرا جزيلا لك أيسان لم يعود الذهاب